وبيشرحهم وبيسعد مجموعة الموسيقيين اللبنانية اللي معي اليوم انه نرحب بالاماراتيين والعرب الغليين الموجودين بينتنا اليوم وبنوع خلاص نرحب باللبنانية الموجودين هون والله اشتقنا لكم واشتقت لكم بيروت كنت بحب احملكم معي اخبار طيبة او عيدكن بعيد الاستقلال بس انتو وانا ونعرف انو لبنان قرار ومحتل من الحمسة وسبعين ستة واربعين سنة ونحن من محتل للتاني لخاين للتالت ما بتخلص قصصنا ونحن عم نتعرض لأعنف عملية تجويع وتخويف وتهجير وقتل مجاني معنوي ومادي وجسدي تعرض له شعب دون توقف ستة واربعين سنة وبعد ما صامدين شو عم يعملوا نحن صامدين بقوتنا لا اكيد لا بقوت الله رحمة الله معنا وقال لك كيف كنا رغم كل هش شر المتربس فينا عم نقدر نفرح عم نقدر نغني عم نقدر نعيد كيف رغم الخنقة العنيفة يلي تعرضنا لكل هسنين ربيناكم خرجناكم من احسن مدارس لبنان وجماعات أولاد ترفعوا الراس تفتحوا القلب انتو متغربين لا انتو مش متغربين انتو بعضكم ضمن الوطن الغربي الأكبر اللي نحن مننتمي إله واللي حملين هويته نحن بعضنا ضمن الخليج العربي يلي بتعنينا سيئاته وخريته واستقلال وقعد نور عينينا طبعا طبعا نحن بالإمارات وشو الإمارات وشو نحن صار فيها لقلنا أهل وناس أكثر من ما فيه بلبنان هاي بلد أخوتنا وناسنا وحبائنا انتو بضباي بمدينة المستقبل شو أحلى منكم تكونوا بضباي تحطوا إيديكم مع إيدان الناس اللي عم بتعلي وتعمر تحطوا إيديكم مع إيدان ناس كبار بتشجرش صحرة تحطوا تفوقكن بخدمة بناء أفضل للكل شو أشرف إنكم تساندوا شهدت داخل اللبناني ناسكن وأهليكن انتو سبب لنحن نصمت جوا أنتو مين أنتو أنتو عساكر بالجيش اللبناني عم تدافعوا بالسقافة والفنون الجميلة والخير والحب وكل علم وكل تفوق عن لبنان استقييد الحر المستقل يلي ما منتنازل عن سيادته أنتو بتحاربوا على جبهة النور ونحن في جبهة العتمة ولس بد ما نوركن يطالنا ولس بد ما يجي التغيير معكن أو مع أولادكن أو مع أحفادكم بدوا يجي بدوا يجي لأنه الله مع الحال الله يكون معكن ويكون معنا ويصبرنا بدوم صوت لصوتكم لنتمنى للإمارات بعيدة الوطنة دوام التقدم والازدهار وقبل كل هيدول الأمن والأمان والاستقرار كل سنة وانتو بخير شكرا